موسيقى خلال الأيام القادمة إلى الرياض والعاصمة اليمنية المؤقتة عدن وفق بيان نشره الموقع الالكتروني لمكتبه وذكر البيان أنه من المقرر أن يتوجه المبعوث الأممي إلى الرياض أولا حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس اليمني وكبار المسؤولين السعوديين وأضاف أن جريفتس سينتقل بعدها إلى عدن للقاء رئيس الوزراء مع عبد الملك وعضاء الحكومة اليمنية ولفت البيان أن الزيارة تأتي عقب تشكيل الحكومة الجديدة والهجوم الذي تعرض له مطار عدن في الثلاثين من ديسمبر ومن المنتظر أن يبحث جريفت مع مسؤولي الحكومة اليمنية جهود السلام في البلاد والإعلان المشترك لحل الأزمة اليمنية شكرا لمشاهدتك قناة الجمهورية سنسعد باشتراكك بالقناة وتفعيل الجرس وإعجابك بالفيديو